منذ دخول الجيش العراقي إليها عام 2017 تعيش مدينة سنجار العراقية وضعا خاصا وضع يبدو أن نهايته باتت قريبة محادثات جديدة بين حكومتي بغداد وأربيل لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار وإعادة الاستقرار إليها مسؤولون محليون قالوا إنه يتضمن تشكيل إدارة بين الطرفين لإدارة قضاء سنجار وسيتناول الخلافات بشأن المناطق المتنازع عليها والنفط والمستحقات المالية والموازنة بدأت القصة عام 2014 عقب سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على سنجار وارتكابه مجازرة بحق سكانها خاصة الإزيديين الذين فر أغلبهم إلى مناطق أخرى وفي عام 2015 استعادت قوات البشمرق السيطرة على المدينة لكن الجيش العراقي مدعوما بالحشد الشعبي اشتاح المنطقة على خلفية استفتاء الاستقلال الذي نظمته حكومة إقليم كردستان العراق عام 2017 وقامت السلطات العراقية بتنصيب مسؤولين جدد موالين لها على قضاء سنجار مكان المسؤولين المنتخبين الذين انسحبوا من المنطقة إلى محافظة دهوك ليصبح للمنطقة إدارتان إحداهما معين من طرف الحكومة المركزية في بغداد وأخرى منتخبا محليا لكنها تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك وفي حال اتفقت بغداد وأربيل على حل الخلاف بشأن سنجار فإن ذلك قد يمهد لعودة الكثير من أهلها المهجرين خاصة الإزيديين حيث تقيم نحو 30 ألف عائل إزيديا في مخيمات في محافظة دهوك